الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فالحمد لك لا ند لك والملك لك من عالم الدر الخفي إلى الفلك ما عام أو ما طار فيه أو سلك ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك الحمد لله على منه وعلى فضله وجوده وصلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتب النذير وعلى آله من بلج الصباح وعلى صحبه ما هبت الرياح وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الأحبة حديث إليكم اليوم عن خصيصة وصفة تميز المؤمن فقط لا يتميز بها غير المؤمنين تلك الخصيصة وتلك الصفة هي التوكل على الله عز وجل يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقول الحافظ ابن كثير الذين لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يطلبون حاجتهم إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكان في مقدمة أولئك المؤمنين حقا هم الأنبياء والرسل الذين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا التوكل أيها الأحباب هو شعار الأولياء ودثار الأنبياء يقول نوح عليه السلام حين قال لقومه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فتوكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم من سادات المتوكلين ومن أئمة أهل التوكل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين خرج من كنعان إلى بلاد الشام ول وجهه شطر أرض لا يعرفها غير أن الله عز وجل بواءه ذلك المكان واد غير ذي زر لا يعرف فيه ولا يرى فيه شجر ولا يجد فيه ماء لكن الله عز وجل أمره أن يترك ولده وزوجته في ذلك المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء متوكلا على الله عز وجل ترك هاجر وابنها إسماعيل وليس معهم إلا جراب فيه قليل من التمر وسقاء فيه قليل من الماء فماذا فعلت هاجر تبعت يا إبراهيم يا إبراهيم تنادي عليه يا إبراهيم فلا يلتفت حتى إليها يا إبراهيم ثم أبعد المسير فقالت يا إبراهيم آه الله أمرك أن تتركنا هاهنا فلم يلتفت لكن له أو ما برأسه أي نعم قالت هاجر إذن لا يضيعنا الله والله لا تدري ممن أعجب أن أعجب من توكل إبراهيم عليه السلام أم من تسليم هاجر رضي الله عنها بقضاء الله وقدره كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى ولربما ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء فالله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى آه الله أمرك أن تتركنا هاهنا فقالت قال نعم قالت إذن لن يضيعنا الله أورد الحافظ ابن كثير أن جبريل نادى هاجر وهي على المرة قال لها من أنت قالت أنا أم ولد إبراهيم قال لها وإلى من وكلكم إبراهيم قالت وكي لنا إلى الله قال جبريل وكي لكم إلى كاف أليس الله بكاف عبده يقول منصور بن عمار قلوب المتوكلين هي أوعية الرضا ومن هؤلاء المتوكلين وسادتهم أيضا أم موسى بن عمران حين أوحى لها ربها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إذا خفت عليه فألقيه في المخافة ألقيه في اليم فهي كانت تخاف عليه وتلقيه وهي ربما تخشى عليه الهلاك أو تخشى عليه أن يقع في يد فرعون فيهلك أو يقتله كما يقتل أبناء بني إسرائيل لكن الله عز وجل قال فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فأرضعته الأم الرؤوف ثم وضعته في صندوق وألقته في البحر وهي تعلم أن فرعون لو وقع عليه لقتله فماذا حدث ماذا حدث لهذا الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ذهبت السفينة بأمر الله والتقطه آل فرعون الذين يقتلون الأنبياء فإذا بهم يكفلونه ويرعونه ويبحثون له عن مرضعات يرضعونه وإذا العناية لاحظتك عيونها نمفى الحوادث كلهن أمانون وصدق الله تعالى معوده وصدقت أم موسى في توكلها عليه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله الله حسبك مما عذت منه به وأين أمنع ممن حسبه الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذاك الذي أرضع التوكل من صغره قبل أن تلقيه أمه في اليم سار من سادات المتوكلين على الله عز وجل خرج مع بني إسرائيل هربا من فرعون فما لبث حتى أدركه فرعون يقول أهل التاريخ والسير عن جيش فرعون أنه كان جيش عرام رب جيش كبير لا يرى أوله من آخره نظر موسى بن عمران فإذا البحر أمامه وإذا فرعون من خلفه فقال له بني إسرائيل كما رونا ربنا تبارك وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فتذكر موسى عليه السلام عناية الله عز وجل به في اليم منذ صغره وقال كلا كلا مؤمنا متوكلا على الله عز وجل إن معي ربي سيهدين وبن وصايا لقمان لابنه يا بني الدنيا بحر عميق غرق فيه هناس كثير فإن استطعت أن تكون سفينتك هي الإيمان بالله عز وجل وحشوها العمل بطاعة الله وشراعها التوكل على الله فأبحر توكل على الله في النائبات ولا تبغي فيه سواه بديلا وثق بجميع صنيع الإله فما عود الله إلا جميلا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله تعالى عن جابر رضي الله عنه وأنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات الرقاء فكنا إذا وجدنا شجرة ضليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق سيفه بغصن على تلك الشجرة ولم ينتبه إلا على رجل من المشركين وجد النبي نائما ليس لديه أحد وليس لديه سلاح وقام على رأسه وقال يا محمد من يمنعك مني الآن هل ارتعد النبي صلى الله عليه وسلم هل خاف هل نادى على أصحابه لم يزد عن كلمة واحدة يا محمد من يمنعك مني الآن قال الله فسقط الصيف من يد الرجل سقط ثم التقطه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الآن قال المشرك فقال يا محمد حسن العهد كن خير آخذ يا محمد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن ولكن أبا الرجل لكنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل المسلمين لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوكل على الله وأن ندعوه اللهم لك أسلم وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان مما تلقف هذا الخلق وهذا الأمر عن نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تلقف منه توكله على الله الذي كان يطبقه عمليا بينهم ليست مجرد آيات يتلوها وأحاديث إنما كان يمارسه عمليا حتى جاء ذلك الموقف الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنفقة فجاء الناس بفضول أموالهم وفضول زادهم وفضول طعامهم ومراكبهم حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأسكت كل من جاء قبلها وقطع الحجة على الكثير فنثر الذهب والفضة بين يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله توكلنا على الرحمن وجدنا الخير للمتوكلين ومن لبس التوكل لم تجده يخاف جرائر المتجبرين قال تركت لهم الله ورسوله توكل في الرزق اعتمادا على الله عز وجل في طلب المعاش مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ثم أما بعد إلى الرحمن ترتفع الأياد وليس لغيره نفع العباد وباب الرزق بالإيمان يطرق إذا أيقنت أبشر بالزياد وثق بالرب رزاق البرايا كما وثقت به الطير الغوادي إذا خرجت من الأوكار جوعا تعود بطانها ملأ بزادي فما حالنا نحن أيها الأحباب هل توكلنا على الله عز وجل أم توكلنا على الأسباب وغرقنا في الأخذ بها ونسينا مسبب الأسباب جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه الترمذي توكل على الله عز وجل حتى في رزقك وفي كل أمرك شكى رجل إلى إبراهيم ابن أدهم كثرة عياله فعلمه أو أراد أن يعلمه إبراهيم درسا فقال له يا أخي انظر إلى كل من في منزلك من ليس رزقه على الله فحوله إلى منزله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أيها الأحباب أيها المحبون توكلوا على الله عز وجل وسلموا لحكمه وارضوا بقضائه إن الحكم إلا لله عليه توكلت توكل على الله في دفع أذى المؤمنين في دفع أذى المؤدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون كما يقول ربنا تبارك وتعالى ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ويقول الله عز وجل ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يعطي ويقدر متى ما يرد العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد أن يتخيروا وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجوا بحمد الله من حيث يحذروا أيها المتوكلون على الله أيها المخلصون أيها المؤمنون اعلموا أن المتوكلون على الله عز وجل يدخلون الجنة بغير حساب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي سبعون ألفا من غير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ألا صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز لهم عن سيئاتنا اللهم اهدنا وأصلح حالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المتوكلين عليه اللهم ارزقنا حسن التوكل عليه اللهم ارزقنا حسن تسليم الأمور إليه لا تكلنا إلى أحد من خلقك لا تكلنا إلا لك وحدك اللهم علق قلوبنا بك وحدك ولا تكننا إلى ما دون ذلك يا رب العالمين أيها الأحباب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغء يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة